بروح من إقالته الاتحاد مع الاتحاد والأهلي والوحدة غيره خمس مدربين خلال ثلاث سنوات أنا بروح للنقطة ثانية مدربين الموجودين شوفوا الجنسيات المختلفة بالنسبة للاتحاد من هولندي إلى كرواتي إلى أرجنتيني إلى برازيلي إلى تشيلي ما في هوية واضحة بغض النظر عن الجنسية مش على الاتحاد لجميع أنديتنا أكيد بس بغض النظر عن الجنسية أنا ضد مبدأ تقييم المدرب على جنسيتها أو على من وين جاء أو وين كان لكن الأهم من هذا كله هل المدرب هذا مناسب لمنظومة العمل هل هو مناسب لشكل النادي لهوية النادي إن وجدت بعض الأندية ما لها هوية بعض الأندية ما لها هوية واضحة من ناحية أنها تعمل على مسار معين في آخر عشر سنوات أو خمسة عشر سنة بشكل واضح بهوية واضحة إلا ما ندر أعتقد أن المدرب لا يرتبط بجنسية المدرب يرتبط بأفكاره ومجموعة أفكار عند المدرب هذا وكيف يقدر يطبقها على أرض الملعب باستخدام الأدوات بعض المدربين مميزين بالتعامل مع أي أدوات مهما كانت عبد الحكيم عبد الحكيم عفوا ما ضغطتك هلامك لكن المدرب الأرجنتيني مختلف كليا عن المدرب البرازيلي لا من نوعية التمارين ولا في سلوب اللعب أو حتى في طرق اللعب ما في شك بس أنا ما كنت أقصد الطريقة أو طريقة العمل أنا كنت أقصد الهوية التي تصنع من هذا المدرب في الفريق هل الهوية التي موجودة في النادي الفلاني أو النادي الثاني تناسب هذا الشخص أو لا تناسب هذا الشخص غير أن نظر عن الهوية طبعا طريقة العمل في التمارين أو تطبيق التمارين يختلف من شخص إلى شخص ولكن ما أعتقد أنها ترتبط ترجمة نانسي قنقر